تيجي في الاخر بتقول له اعطيني الحرياتي اطلق هدايا انني اعطيته مستبقيته شيئة يا عم جبت من كعاني فتاة بيجيب معاك من الاخر فتاة بيجيب معاك من الاخر فتاة بيجيب معاك من الاخر حضرتك لمسة اكتاف الحب الحقيقي ده اما حب النارجسي لا هو حب استغلال درمك واخد الست دي طبعا خدامة للولاد مربية ليهم معلمة بتأكل وبتشرب هاو سكيبينج اعدم خدماتية عليه فده مش حب حقيقي حب تملك بمعنى ايه نوع عاوزها موجودة قدامه طول الوقت ولذلك الغيرة بتاعته ما هياش غيرة عطفية هي غير التملك عايزها قدامه طول الوقت ده مفروض ان الناس بترجم ده لان ان ده حب مش قادر يستغنى عني ده تملك ما تكلميش صحابك ما تكلميش اخواتك وبيعرف يأسأص جناحتك بالطريقة يعني ايه بالطريقة اول ما بيتجوزك بيشوف مواطن القوة عندك فين ويأسأصها واحدة شكلها جميل وحلوة ولا تحجيب عشان شعرك وما يصحش والناس عشان ما يصحش لا هو عاوز ما يبقاش ليها حضور اجتماعي طاغي فبالتالي هو بس اللي يستحوز عليها يعني يقعدها في البيت بالزبط بتشتغل يقولك يعني الشيغل وراي حاجاتي يبتغني كم قدهملك انا لا مش قدهملك انا هو عاوزها مصخرة لخدمته عشان تيجي بعد سبع تمن سنين يبقى خلاص ماشية بسياسة الارض المحروقة بتعرفش ترجع تاني وتبضل اسيرة ليه وتبضل التبعية ليه مطلقة فالغيرة اللي عليها مش غيرة عاطفية عشان عاوز يحفظ عليها يغير التملج ما يخلاش تكلم حد حتى من صحبتها وبيعرف يعمل العزلة بطريقة ممنهجة على الهادي يا زبادي مش مستعجل الزبوب مش مستعجل ما يحروح مني بينا يا قاعدة مرة يقول لها صحبتك دي على تحفوزات مرة تانية بحبهاش مرة تالتة يختلق وقعة وهكذا اختك بتتكلم كتير ما تتكلميش في التليفون كتير العزلة دي فواحدة واحدة بيقصص جداحتها وتبقى قاعدة في جزيرة منعزلة عشان خطر هو يتملكها لان عنده حب التملك طب الاسوأ من ده في سياسة الممنهجة اللي حب التملك ده طول الوقت بيهين بيحقر من الشأن بيسفه من الانجازات يعني تبقى عاملة حاجة جميلة جدا هو الوحيد اللي شايفها بير مرغوبة يهينك بصفه شخصية يهين اهلك او رمز انت بتحبيه او ممثل بتحب تفرجي عليه او اديب بتحب تقريله لانه دايما بيحتقر الاخرين ويزدري الاخرين يعني النارجسي ده قنبلة موقوطة عايشة مع الواحد ممكن بتنفجر في وشه في اي وقت انا عايز اقولك ان في بعض الاحيان انا كنت بسمع من احدى الزوجات تقولك وكأني عدوته بالزبط ده مش شريك حياة يعني هو دايما حتى مايحبش حد يبقى ندي ليه يعني دايما يحقر من القدام دايما يحطه عالتحتاني شايف نفسه هو اللي في استعلاء دايما والنهار حتى مايقعد مع اولاده يتكلم عن انجازاته وانهما كان اسكى واحد وهو اللي بتكلم في الازعاء المدرسية وهو اللي بيطلع الاول او اللي بيطلع الاول انا مش عارف منكم بيطلع تاني